جريمة صادمة أودت بحياة شقيقين أردنيين يدرسان في قبرص الشمالية وأصابع الاتهام وجهة إلى شاب أردني ثالث وذلك بحسب ما كشف أحد أقارب المغدورين لرؤية تفاصيل جديدة عن الجريمة في هذا التقرير محمد وناصر شقيقان أردنيان في العشرينيات من العمر يدرسان في إحدى جامعات قبرص التركية وهنا كانت نهاية العمر القصير للشابين حين وجدا متوفيين في شقتهما إثر جريمة ما زالت تفاصيلها الكاملة في طي التحقيقات أحد أقارب المغدورين عرضت تفاصيل الصادمة للجريمة في تصريحات لرؤية موضحا أن شرطة قبرص كانت قد طلقت بلاغا بسماع أصوات من المنزل الذي يقيم فيه المغدوران قبل أن يُعثر عليهما ميتين عند السادسة مساء بشقتهما الكائنة في منطقة جونيلي يوم الجمعة الخامس من حزيران وبعد تحقيقات موسعة دارت الشبهات حول شاب أردني الجنسية هو أمالك الشقة التي يقيمان فيها وأكدت التحقيقات أنه كان برفقة الأخوين شرقاوي ما بين الواحدة والسادسة صباحا يوم الجريمة وأن الجيران سمعوا أصوات مرتفعة من المنزل خلال هذه المدة وخلال عرض تفاصيل الجريمة ذكر ضابط التحقيق أن المشتبه به قام بنقل الجثتين من مكانهما وإزالة يثار الدماء قريب الأخوين شرقاوي أشار إلى أن المتهم الذي يدعي أنه صديق المغدورين كان قد وصل إلى قبص التركية في أيلول من العام الماضي ولم تتأكد بعد حقيقة كونه طالبا في أحدى الجامعات هناك في إثر الجريمة المروعة وبعد مناشدات من العائلة ومتابعة من وزارة الخارجية الأردنية جرى نقل الجثامين إلى عمان ليؤكد المركز الوطني للطب الشرعي وجود شبهة جنائية أثبتتها أثار الضرب والكدمات والخنق على الجثتين ولتتم المباشرة بالإجراءات من أجل استحضار التقارير الطبية من قبرص والتوسع في التحقيق عبر الجهات الرسمية تفاصيل أخرى مرشحة للخروج إلى العلن حول جريمة قتل الأخوين شرقاوي وإلى ذلك الحين تحاول العائلة مداوات جراحها بانتظار القصاص العادل من قاتل شابين في بلاد الاختراب